دكتور أحمد برضو عايزة أعرف رأيك في أحداث هذه المباراة في البداية طبعا هارد للأكلة للنادي الأهلي أنا شايف النهاردة يعني ممكن نحط عنوان كده الأسوأ من الخطأ هو تكرار نفس الخطأ بمعنى إيه يعني ما إنت ممكن تغلط بس الأسوأ من كده أن أنت تغلط تاني طب إيه ده؟ مباراة شاببت السورة كربونة من مباراة النهاردة اسلوب اسلوب أن أنت بتلعب دفاع منطقة مستني الفريق يهاجم ومستني أن أنت بتحول تلعب على التعادل وتخرج بنقطة التعادل ولما يجي فيك هدف تبدأ أن أنت تعمل تغييرات متأخرة نفس الشكل بالزبط كربونة ربنا سطر في مباراة شاببت السورة وقدرت أن أنت تعود النهاردة كربونة من المباراة دي بس ما قدرتش أن أنت تعود إذن فيه أنا وجهة نظري أن ديت مش اسلوب النادي الأهلي ما ينفعش أن أنا ألعب دفاع منطقة لازم النادي الأهلي يفرض شخصيته في الملعب لازم ألعب ضغط عالي في المباراة ديت لازم أن ألأ بادر تعود علي إزاي في ضال حالة الإجهاد والسفر والمروح أنا أنا شايف أن حكاية الإجهاد ديت حجة في صراحة ليه بقى؟ لأن كريم ندفد مريح عمر السلية مريح المطش اللي فات حمدي فاتحي مريح فيش حاجة اسمها حج الحجة دي إحنا بنقول حاجة ملموسة وحاجة وقعية مش مش ما فيش حاجة اسمها حجة طبعا لكن اللي أنا أقصده إيه؟ من حالة الإجهاد يعني ممكن أنت بقى أنت برضو اللي يلعب كرة يحس بالموضوع ده تلو ركبت العربية بس روحت مشوار من النادي الأهلي اللي غاية التجمع الخامس تبقى تعبان ومتداية خلاص؟ ماشي فالعضلات بقى ما بالك أن العضلات كل يوم بتلعب أداء أدافع ولا أبرر ماشي بس برضو المباراة الدوري؟ كل اللي أنا بقوله أنا لا أدافع ولا أبرر بالمناسبة ولكن كل اللي أنا بقوله أن ده حقيقة ملموسة أنا في بداية كلامي قلت أن أداء سيء كل الجميع على الطرف بهذا الموضوع ولكن إحنا برضو بنتكلم أن أنت عايز تضغط من الأمام من الممكن أن أضغط في الأمام في ظل حالة الإجهاد أنت بتقولي لأ تأسم المباراة لكن هي حقيقة ملموسة يمكن اللعب كرة شوية حيبقى فاهم يعني إيه اللي أنا بقوله ده لأنه الضغط العصبي نفسه الضغط العصبي نفسه بيتعبك أنا مع حضرتك بس الفكرة أن أنت المطش الأخراني أنت مريح يعني أنت مريح بعض اللعبة يعني إحنا عاديين نقول أن أنت وجدت التوليف أن أنت مثلا مريح كريم ندفد مريح عمر السلية مريح حمدي فاتحي إذن لا لفاتح حمدي لا ماشي بس كان بقاله الفترة مثلا أولا حاجة أحمد على دي أنت لو بتتكلم أن أنت بتلعب كل أسبوع ماتش تلعب كل ثلاثة أيام حتى لو ريحت ماتش بس الإسلوب نفسه أنا مش متفق مع الإسلوب أن أنت تلعب دفاع منطقة فين شخصية النادي أهلي أنا معاك مية في المية في كلام الفني اللي أنت بتقوله لكن موضوع الإجهات ده هذا الموضوع ليس حاجة ده كان ينفع عزر في المباراة الدوري ليه؟ لأن أنت فعلا بتلعب كل ثلاثة أيام وكده لكن أنت في الفترة دية لا فيه لعبة ريحت أنت بالعكس نحن دايما بنشيد بلا صارت باستخدام سياسة التدوير كل حلقة بنيجي بنقوله الراجل ممتاز في سياسة التدوير إذن النهاردة أنا من وجهة نظري مش لا الرتوبة ولا الأجواء أنا شايف الإسلوب أنا شايف الإسلوب الإسلوب أن أنت تلعب دفاع منطقة وأن أنت تستنى أن أحاول ألعب على التعادل لما يجي فيها أجو نبدأ أهاجم وحاول طريقة اللعب الأربعة واحد تلاتة اتنين ولعب براسين حربة لا دي يعني الإسلوب نفسه غلط برضو الأسوأ من الخطأ وتكرار الخطأ في التمركز بتاع الدفاع بتاعنا في الكرات العرضية جون في مباراة بيرامتس من خطأ من كرة عرضية جون في مباراة امبي من خطأ من كرة عرضية النهاردة برضو وشاببت السورة الجافي ناجون وجون تلغى بكرة عرضية النهاردة برضو كرة عرضية إذن في أخطأ بتكرر لازم أشتجل عليها لازم الأخطأ بتاعت الكرات العرضية دي اشتجل عليها وصلح عليها لأن خلاص أي فريق بقى الوقت الثوابت كان كرة السابتة بتعمل لنا مشان كتير طبعا كان في الدوري أو في الكرات العرضية سواء ضربة روكنية سواء كرة متحركة لازم اشتجل عليها أي فرقة دلوقتي أي راجل محل الأداء حيجي يدرس النادي الأهلي في الفرقة المنافسة في أفراقيا حتشوف حيلعب على الضربات السابتة أو الركنية الكرات العرضية أن يدفع النادي الأهلي مش مميز في الكرات العرضية دي اتلازم لصارتي يجد لها حل في المباراة المقبلة لازم أحاول أغير من اسلوب وطريقة اللعب النادي الأهلي لازم هو اللي يبادر هو اللي أنا أحاول أقسم المباراة ممكن أنا عندي إجهاد وعندي إن أنا باستخدم سيسنة الدوير أضغط أول ربع ساعة وأول عشرين دقيقة أستغل الحالة إن أنا أكاسف فيها خمسة سفر وحاول أجيب جون مبكر وبعد كده أرجع أمن الماتش خلص واحد واحد طلعت واحد سفر كانت هتوباء أفضل بس اسمح لي بس في حتة 3-2 ديفندر بلعبه في النص دول دول مش سابتين يعني دول مش أساسيين أنت كل يوم بتشوف حد منهم متغير على واحد موجود أو اتنين متغيرين أو في الآخر خمان هتلاقي واحد مش موجود أيمن أصرف دو هتلاقي اتنين جداد ويمكن محمد هاني بس لو هو ناحية مين وممكن متلاقيش محمد هاني بقى وحتى حدار فتلاقي ممكن ده يخش جوا وتلاقي أحمد فاتح رجيع لك كمان أسبوع ولا حاجة فإنت عندك حتى في الحتتين الديفندر دول عدم التمركز وعدم الإيجادة في الحكاية دي وعدم التأكل والسجام والنبتفى من العيب اللي جنبك والعيب اللي جنبك بيه فعشان النهاردة أيمن قصر بيتفرج على ياسي الراهيم وهي جياله حيعمل فيها ايه راح اتمعاد ديها فما لا بتعمل بتاعات ديه هو كمان عشان راجل يلف واتحط البول فهنا الانسجام بين الاتنين دول على طول مش هما دول اللي بيلعبوا مسلا مش ساعد سمير ومحمد نجيب مسلا هما اللي مشكين مش آآ سوابت عندك كوم أساسي في الدفاعات عندك انت كل يوم بيخش هو ده ممكن يحصل العرضيات ما يشوفوش بعد ده بيعتمد على ده واحد بيبقى بلعب في الملعب ومش مركزه يعني زي عيمن أشرف كده لو انه أجاه دي النهاردة رحية الرجل مش ما أجاهتش من الناس اللي هي كانت شكلها كوي إنما هي الحتة ان انت لسه ما وصلتش للقوام الأساسي بتاعك في عودة المصابين بتاعك والعمق الهجومي والعمق الدفاعي والقوات ضربة بتاعتك كمان الأسماء الكبيرة اللي عندها خبرات وعندها وقت تقدر تترجم الملعب زي ده وتشوف ملائف تشوف فرقة زي دي تقدر تقدر تاخد منهم الحماز بتاعهم وتبني هجمات وتعمل ده والتوفيق بقى ده ما اسلام قال احنا عايزين شكل هجومي كمان بحطة هجومية اتنين يبقوا موجودين للقرات العرضية حتى انت بتجادها دلوقتي الحاجة الغريبة النهاردة الحاجة الغريبة النهاردة اللي احنا نقدم له عليها انت بتلعب ثلاثة ديفندر وحصل اختراقات وحصل هجمات وحصل حاجات يعني بباب اولى ان انت نازل بتلعب ثلاثة في نص الملعب انت تقفل حتة اللي ورا دي تماما لانت كلامك انت هو اسلام على مين اللي هيعمل بالزبط واللي هيعمل لغة بينه اللي هو انت قلتو كريم نيدفد حيكون كريم نيدفد ولا حمدي فتحي انتو الاتنين الكريمتو على بتبقى هي اوتوماتيكلي اللي بيشوف نفسه شوفناها بيميلوا ناحية محمد هاني كلهم ناحية اليمين حتى انت مسكت الراجل الباكليفت بتاعهم قطعتوا في اول هافتايم وهم غيروا في دي اربعين صحيح حاس ان هو نقطة ضعف لا لا غيروا بسبب اصابة ده هلوات ده الخارج اسلام بيجريز اسبرينتو لا بسبب اصابة لا بسبب اصابة كمان كان صغر عنده جمدة جدا طبعا احنا كنا صح الحسين الشاحات الحقيقة متفوق عليه زي هممد عامل زياله كنت تقدر تترجم هجوم نادي سيمبا كان من ناحية معلول معلول ديفندر معلول تاخد منه سابورت ليك وهو رمضان بيبقى كوي بيعمل لك العرضيات وبيجيب الجوال هو هايل هنا هنا بيبقى ستة على عشر اللي هي فهات الدفاع حتى الورف